جيداً هذه الليلة بعد اغتيال كينيدي تولى نائبه لندون بي جونسون رئاسة الدولة احدى الازمات التي ورثها من الرئيس السابق كانت ازمة فيتنام في الخمسينيات طردت الجيوش الفيتنامية الاستعمار الفرنسي للأبد بعد ذلك كسمت الدورة الى قسمين نظام شيوعي في الجزء الشمالي ونظام معادي للشيوعية في الجزء الجنوبي كل جزء حكم من كبل شخص ذو مظهر لطيف لكن لا تدع المظاهر تخدعك كانا كلاهما دكتاتورين شرسين ارادا توحيد فيتنام تحت نظامهم الخاص اسست جزء الشمالي جبهة عرفت بالجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام او بالفيتكونغ التي بدأت حرب عصابات مع الجزء الجنوبي بدعم من السوفيت ارسلت الولايات المتحرة مستشارين من اجل تدريب جيوش الجزء الجنوبي للتعامل مع هذه الحرب لكن سياسات رئيس الجزء الجنوبي الوحشية دفعت الشعب الجنوبي الى دعم جيوش الفيتكونغ على مدار العقد التالي تصعرت الامور حتى نقطة الانهيار الولايات المتحدة كانت تخشى ان تحدث نظرية الدومينو والتي تضمنت التالي اذا سيطرت الشيوعية على جنوب فيتنام فهل تكون كمبوديا التالية؟ ثم لاوس؟ ثم تايلند؟ ثم بورما؟ ثم الهند؟ كان على جونسون اتخاذ قرار مصيري اما السماح للشيوعية بالسيطرة على جنوب فيتنام او ارسال جنود للدفاع عنه ليقرر في نهاية الامر ان يرسل جنودا في العام 65 وجرت الولايات المتحدة نفسها في حرب لا تشبه اي حرب سابقة لها واجه ملايين الجنود الامريكان حربا مع جيشا عنيفا اتخذ الغابات الكثيفة مكانا للاختباء حيث كان من المستحيل لهم معرفة مكان العدو او في بعض الاحيان من هو العدو اصلا نتيجة لذلك اصيب الكثير من المدنيين في هذه الحرب كان تركيز الهجمات على مدينة سايغون في الجزء الجنوبي كما وشنت الولايات المتحرة حملة هجمات جوية على الجزء الشمالي عرفت بعملية هزيم الرعد استخدمت جيوش الفيتكونغ ممره تشي منه الذي كان يعبر لاوس وكمبوديا من اجل دعم حملتها ضد الجنوب كانت هذه الحرب حربا وحشية وطويلة حيث يجب ان يكون لها فيديو مخصص من اجل تناول جميع احداثها لكن بخصوص موضوعنا ربما تكون حرب فيتنام هي الحرب الاكثر قصوة ضمن الحروب الكثيرة جدا التي تسببت بها الحرب الباردة بسبب الخطر من حرب نووية قررت الدولتان العظيمتان تحسين العلاقة بينهما وجعلها بناءة اكثر نتيجة لذلك الحرب الايدولوجية انتقلت من كونها حربا مباشرة بينهما الى حروب بين دول اخرى تمثلهم يطلق على هذا النوع من الحروب حروب بالوكالة في الشرق الاوسط قدم الاتحار السوفيتي دعما ضد اسرائيل في حرب النكسة عام 67 ومرة اخرى في حرب اكتوبر بعد دعم الولايات المتحرة لاسرائيل في افريقيا الحرب الاهلية في انجولا كانت بين جيش جنوب افريقيا المدعوم من الولايات المتحرة